أنا هنا في منطقة المواصي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالنازحين في قطاع غزة هذه الخيمة تعرضت قبل قليل إلى غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة أبدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد آخر من الجرحة واضح بأن الصاروخ الذي ألقي على هذه الخيمة هو صاروخ مليء بالشظايا لأنه كما تشاهدون هنا الشظايا مزقت بشكل كبير جدا هذه قطع من القماش الذي كان يستر الخيمة واضح بأنه إسرائيل تواصل سياسة استهداف خيام النازحين الأهمنة وهذه أثار دماء الشهداء الذين ارتقوا هنا في عملية القصف الإسرائيلية هذه الخيمة أو قصف هذه الخيمة جاء بعد أقل من 12 ساعة فقط على استهداف خيمة مماثلة في منطقة دير البلح أثار إذن الصاروخ الإسرائيلي واضح هنا نعم هذه هي أثار الصاروخ الإسرائيلي الذي استهدف طبعا هذه الخيمة أطفال مدنيين جينا نجري لقينوا ضربين الناس سحة في دمها ومرميين مقطعين هنا ما بنعنا مشيش اللصة منقول حسبنا الله نعم الوكيل في اللي بيصير فينا يعني هذا حرام علينا استباحة دمنا كل يوم بنشيل شو هذا كل يوم بنشيل لو وقت ايش بتضل حمام مش دم ماضة مش عارف لو وقت ايش كل يوم بنشيل أولاد صغار أطفال ايش زنبهم هذولا هذه الخيمة كما تشاهدون تقع وسط مخيم كبير مليء بخيام النازحين وبكل تأكيد الشضايا تطايرتها هنا هذه أقرب خيمة لخيام النازحين تطايرت عليها الشضايا وكذلك نلحظ بأن هناك أيضا تطاير الشضايا في مكان أبعد وهذا ما يؤكد سعي إسرائيل إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية ثم المادية في خيام النازحين وممتلكاتهم من مواصي خنيونس أحمد غانم الميادين